دكتور أحمد يوصف بأنه يعني زاهد منذ فترات طويلة دان من المحيطين وليس حتى حديثك عن نفسك لما نتكلم ونسأل عنك يقوله زاهد وله في كل موطق قدم يسافر إليه خلوة يختلي فيها يقرأ القرآن ويتدبر ويجلس وللصلاة وأشياء يعني فيها تقرب إلى الله من هذا القبيل فكرة الخلوة في حياة دكتور أحمد نعينع وأن ينظر إلى الزهد بأنه طريق إلى الله كانت بدأة في نفسه من إمتى؟ من الصغر يعني كنت أروح للشيخ أحفظ القرآن في بلدي مطوبس وكان زمايلي يلعبوا الكرة ويروحوا يتفسحوا وعندنا المكان اللي إحنا فيه في بلدنا من أجمل القرى من أجمل البلاد اللي هي في مصر على ضفاف فرع رشيد الضفة الشرقية وقصدنا قصر الملك في بلد اسمها إتفينة ومنتزهات وفيها لعبة وفيها جمال ورود وفيها جمال وفيها مية وأنا كنت أروح للشيخ أتعلم القرآن لأننا غاوي أننا أبقى حاجة وأبقى حافظ القرآن علشان خاطر أقرأ القرآن سليم لأنه كنت عندي هذه الموهبة وأنا طفل وكنت أقرأ وأخطئ لأن ما تعلمتش طبعا فكلما أخطئ والناس يقولوا كان البلد عندنا معوضاء كلها حافظ القرآن ومش مهم قرآة يعني كان واحد تاجر مثلا حافظ القرآن وحافظ القرآن تاجر ولما أقرأ في الجامعة يقول لي يا ابن مدي 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 الحرف غن 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 مجيد ماشاء الله فأنا عوز أعرف ويقول لي أسكت أسكت بطل تقرأ فأنا مش عارف أبطل ليه ده نتهيال إن أنا يهيئ ليه إن أنا بأعرى صح يعني حبيت إن أنا نتعلم عشان لما أقرأ في الجامعة كنت أقرأ بين الأزان والإقامة في صلاة العصر أقرأ في صلاة الجمعة لما الشيخ بتاع الجامعة اللي جنب بيتنا يتأخر أو ما يروحش أو أقوم أقرأ فأنا عاوز أنا عاوز دي فروحت للشيخ أتعلم أقرأت الكتاب عشان أتعلم وأقرأ مظبوط ده السبب فكان علمك الزهد والخلوة الخلوة أحب بقى أختلي بنفسي لإن كنت أقرأ خمس أجزاء في اليوم بعدما خلصت القرآن وحافظته أقرأ خمس أجزاء في اليوم كان الشيخ يقول من قرأ الخمس لا ينس لما خمس أجزاء يعني نخلص القرآن في أسبوع كل أسبوع أخلصه من الزكرة يعني وردك اليومي لو خمس أجزاء يوميا منذ الطفولة منذ الطفولة يعني من قرأ الخمس كان يقول من قرأ الخمس لا ينس فدي كان ملازماني إلى الآن علشان خاطر أحتفظ بكتاب الله وقال صلى الله عليه وسلم ما معناه أنه يتفلت كما تتفلت الإبل من عقالها يعني القرآن يتفلت من الواحد لما رجعش زي الإبل كلما يربطوها فكذا يعني فدي طريق حكتهم هي تعبدية نمار القرآن فيها تعبد وفيها أن أنا منساش إلا أنا حافظه